كرمب الورع الخضر على البرة دي مفيدة قوي ما ترموهاش مش عايزين تنفعوها للمحشي استخدموها عصير بلوها ونقعوها وقطعيها حتت واشربي عصير الكرمب مفيد جدا لإنقاص الوزن مفيد جدا للهضم مفيد جدا لأنه بيعمل وسط عالي التركيز يقتل جرسومة المعدة خلاص مبسوطين وينتعامل شربة سواء عصير أو شربة وبيفيد جدا في علاج قرحة المعدة جميل اتنين البروكلي ده جميل جدا بس ما تيجي تنقل البروكلي نقل الأخضر الزاهي يعني ما تيجي تبص على البروكلي ما تقل فيه صفار كتير يعرف ان ده قديم وما فيهوش مواد مؤدتة للأجسادة كفاية لكن كل ما لونه يبقى أخضر زاهي يبقى مفيد جدا هنعمله برضو عصير بروكلي شربة بروكلي أو هنسلقه وناكله مع الصلطة هادي البروكلي تعرف انا من غير ما سلقه وباكله مع الصلطة وممكن تكليل ومقرد ما تقطعوه يا جماعة ايوه حتى بقى الشاف حسن اقطعوه صغير حطه شوية زيت زاتون لمون كتير شوية مثلا كمون أو حاجة كده شوية خل وياسلم لو خل تفاح وحطيها في علبة وقفليها تقعد يوم يعني أول يوم ما تستخدميها تاني يوم خلاص هي تريت تاخدي منها وتحطي على الصلطة معلقة كده وصفة طبية بالنسبة لك حلوة التوم الزيت الزيتون زيت الزيتون في مواد مضادة للأكسادة الخل هيحافظ على المواد المضادة للأكسادة مش هيخليها تتلف اللامون هيعمل استابلتي برضو كمون والكمون هيضيع الانتفاخ الناتج عن أكل البروكلي يعني بصوا دكتورة دكتورة كتبت لكم على البروكلي خطوه في علبة واخدوا معلقة على الصلطة زي الفولوبيوت دي طعم حلو جدا البصل الأخضر آه جميل الجميل دو حلو قوي الحلبة الخضرة اللي احنا كلنا نسيناها سلكموا الحلبة الحصة استخدموا الحلبة الخضرة الفاصولية الخضرة مفيدة جدا جميلة الأكرة البامية البامية دي بقى قصة دي فيها من مواد مزلقة يعني تساعد الهضم وتساعد على علاج الإمساك وفيها مواد مضادة للأكسادة ومضادة للسرطان الله البامية البامية دي حكاية كبيرة قوي وفيها فيتامين ك وفيها فيتامين كاف طيب هل الحاجات دي لما بتتحطى عن نار فايدتها بتقل لن في لازل تقول لك كده كلام ده صح ولا غلط لحوص نحظرها أن فيتامين كاف هي تستيبول يعني ما بيتأسرش بالحرارة لو دخلتين في الحرارة برضو ما بيحصلوش تكسير زي فيتامين سي مثلا طيب عندنا التفاح الأخضر جميل والله الأحمر لا الأخضر في فيتامين كاف أعلى العنب الأخضر تفاحة في اليوم تخلي الدكتور بعيد أن أبلا دي كيبس دا دكتور أوي بط إذا دكتور كيوت فورجت زفروت لا لا فعلا دا كاملها لك يعني لو عندك تفاحة انسى الدكتور بس لو الدكتور شاطر انسى التفاح انسى التفاح لا بس هي يعني فعلا وان أبل دي كيبس دا دكتور أوي وساعات يقولوا دي على التماطم على البوندورة فعلا أه على البوندورو برضو هي أصلا مضادة للأكسيدة ومضادة للسرطان